الديمقراطيون في الكونغرس يبدأون حملتهم لعزل الرئيس دونالد ترامب البداية من مجلس النواب حيث تسعى رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إلى الاستفادة من الوقت المتبقي لتطويق الرئيس دونالد ترامب يأتي ذلك وسط تأرجح للأراء بين الديمقراطيين والجمهوريين مع الأخذ بعين الاعتبار أن مساءلة الرئيس ستشغل مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الأولى من حكم الرئيس المنتخب جو بايدن هذا الأمر سيحول دون المصادقة على تعينات الوزراء والتحرك في الأولويات مثل تدابير مكافحة فيروس كورونا فإن تتجه الأمور أمريكيا ومن أكاسات التطورات على إدارة بايدن والأولويات الكثيرة التي يتسلح بها الرئيس المنتخب معنا بداية من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي مجدي مرحبا بك معنا من جديد ضعنا في صورة التطورات وما المتوقع خلال التسعة أيام القادمة ربما أطول تسعة أيام بالنسبة للرئيس دونالد ترامب على الأقل مهند التطورات تتلاحق وتتسارع بشكل كبير جدا نحن كنا نتحدث قبل أقل من ساعة من الآن وقبل دقائق خرج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتصريحات لافتة للغاية وقال على ترامب ألا يبقى في منصبه يجب على الرئيس الأمريكي أن يغادر منصبه هذه تصريحات لافتة للغاية مهند لأن جو بايدن كان حتى قبل هذا التصريح يأخذ الأمور بهدوء وكان يحاول أن يبتعد عن موضوع العزل ويحاول أن يترك الموضوع كله للكونغرس وتحديدا لرئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي الآن يبدو أنه يدخل على الخط ونتحدث الآن عن زخم ثلاثي أو ما يصح وصفه بالدفع الثلاثي مهند لأن الآن نتحدث عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي سيكون لاحقا ديمقراطي والآن الرئاسة المقبلة التي هي أيضا ديمقراطية وكل هذه السلطات الآن تتوحد في صف واحد وخطاب واحد وهو يجب على ترامب أن يغادر السلطة قبل نهاية التسعة أيام لماذا هذا الزخم ولماذا هذا الإسراع الحديث هنا كله عن ضرورة المحاسبة يقولون أنه لا يمكن أن يمر ما حدث من غير أن تكون هناك محاسبة جدية حتى لو كانت قبل التسعة أيام وأيضا هناك خلف هذه المحاسبة البعد السياسي والطموح السياسي للديمقراطيين بإبعاد الرئيس ترامب عن الساحة تماما حتى لو كان هناك بصيص أمل ضئيل موجود له في عام 2024 شكرا جزيلا لك مجدي يازجي من واشنطن مراسلنا هناك الآن لمراقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الخبير الاستراتيجي الديمقراطي إليس هانيكن معنا من مدينة مايامي بولاية فلوريدا الأمريكية الاستراتيجية الجمهورية أماندا ميكي مرحبا بضيفي سيد هانيكن دعني أبدأ معك أولا دخول السيد بايدن بقوة بهذه التصريحات التي أشار إليها مراسلنا قبل قليل بأنه لا ينبغي أن يكون الرئيس ترامب في منصبه هل هذا تغير جديد لأنه استمعنا من السيد بايدن قبل يومين ومنذ أحداث الكونغرس بأنه يترك الأمور للكونغرس لكي يقرر وما إذا كان سيتم تفعيل المادة 25 وكل هذه الأمور هل هناك تطور ما تشيئ به هذه التصريحات للسيد بايدن ليس هناك تغير في موقف بايدن هو قال لوقت طويل إن الرئيس غير مؤهل خلال الأسبوع الماضي تصرف الرئيس ترامب اقنع الكونغرس بأن يبدأ مسألة العزلة لهذا الرئيس وفق التعديل الخامس والعشرين وإذا لم يفعلوا ذلك فسيقوم الكونغرس بهذا الأمر أماندا مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش الآن نحن أمام مشروع قرار لتوجيه تهم للسيد ترامب في مجلس النواب سيمر على الأغلب هذا المشروع طبعا المحاكمة تتم في مجلس الشيوخ وهذه مسألة الآن مع مضي الوقت وكل هذه الأمور أصبحت مسألة صعبة وصعبة للغاية ما الذي تتوقعينه فيما يتعلق بهذا الموضوع لا أعتقد أن مجلس الشيوخ ستتسنى له الفرصة لتصويت على هذا المشروع ولذلك هذا أمر غير وارد أعتقد أنهم أطلقوا هذا العزل كما فعلوا في مسألة العزل الأول والغالبية ما تزال موجودة للجمهوريين في مجلس الشيوخ ولذلك أتوقع أن تقوم نانسي بيلوسي بمواصلة تهديداتها لعزل الرئيس وهناك فقط تسعة أيام لذلك هذا الأمر من المرجح أن لا يمضي قدما إلى نهاية المطاف في الواقع هو في طريقه للخروج من البيت الأبيض لذلك لماذا تقوم بهذه الأشياء ومرة أخرى يبدو أن ما تقوم به بيلوسي هو سياسي ومسيس وهذا أيضا سيدر جو بايدن على مستوى التسريعي بتثبيتي وتصديقي على من رشحهم لمناصب نعم لا شك أن هناك جانب سياسي كبير سيدة مكي في كل ما يجري في الولايات المتحدة ولكن أيضا هناك مسألة الأمن والتحريض والعنف الآن قبل قليل مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI أصدر تحذيرات بإمكانية قيام تظاهرات مسلحة يخطت لها في خمسين ولاية أمريكية إضافة إلى محيط مقر الكونغرس في واشنطن في الأيام المحيطة بموعد التنصيب نتحدث عن الأيام التي ربما تسبق أو تلي العشرين من يناير وبالتالي هناك جانب سياسي صحيح ولكن هناك أيضا مخاوف أمنية سيد هانيكن ما رأيك في ذلك؟ نعم هناك سياسة دائما حاضرة فهذه واشنطن في الوقت نفسه هذا الرئيس يمكن أن يفعل أشياء سيئة ودر كثيرة في الأيام القليلة المقبلة يا إلهي فعل أشياء شنيعة ولذلك يمكن أن يستعمل الزر النووي ويمكن أن يطلق أوامره لإرسال زنود إلى دول أخرى ولذلك الأمر محفوف بالمخاطر أن نتركه في منصبه فضلا عن أن هذه التصرفات غير مقبولة والكونغرس الآن يحاول أن يعزله ويقول لها لا يستم أهلا للرئاسة ولذلك ستكون هناك عواقب إذن إضافة إلى التحذير الذي أصدره مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا الحرس الوطني الأمريكي عبأ ما يقارب 15 ألف من قواته تنتشر في محيط العاصمة واشنطن قبل أيام ابتداء من يوم السبت القادم بالمناسبة سيكون هناك أعداد كبيرة من قوات الحرس الوطني تنتشر في العاصمة الأمريكية سيد أماندا ألا ترينا أن هناك نوع من التحريض سواء مقصود أو غير مقصود سواء كان الرئيس ترامب يريد من جمهوره أو أنصاره يوم الأربعاء الماضي التوجه إلى مقار الكونغرس بسلام أم لا هناك رسالة فهمت بشكل ما من قبل هؤلاء بأنه عليهم الهجوم على مقار الكونغرس ما رأيك في ذلك؟ هذا ليس ما قاله دونالد ترامب هو لم يتفوه بهذه الكلمات هو لم يقل لهم تسلق الجدران وقوموا بأعمال الشغب لم يقل هذا قط الشيء الوحيد الذي قاله هو أنه اذهبوا سأكون معكم ولذلك هذه هي الوقائع التي تخص مقاله لمؤيديه ولا يمكن أن استنتج من هذا الخطاب أن الرئيس يقول للناس أنهم يجب أن يقوم بأعمال عنيفة أنا عملت في الكونغرس عشر سنوات ونحن دأبنا على رؤية الاحتجاجات السلمية بشكل يومي مظاهرات تحدث يوميا هذا جزء من محيط الكونغرس ونلمسه عندما نعمل في الكونغرس والآن هذه المساعي لعزله هي ميؤوس منها في هذه الأيام القليلة الذي حدث بطبيعة الحال مستنكر ومن غير الواضح لماذا حدث لكن إذا قلتم أن الرئيس هو الذي حرد على ذلك فالأمر غير صحيح لم يقل ذلك في خطابه ولذلك ما رأيناه الأسبوع الماضي شنيع وفضيع ولكن اللوم لا يجب أن يقع على الرئيس وإنما الأشخاص الذين فعلوا ذلك هؤلاء أشخاص كبار ومسؤولون ويعرفون الخطأ من السواب ولذلك يجب مسألتهم طيب سأسمع إلى رأيك في هذا الموضوع سيد هنكا قبل ذلك دعونا نستعرض بسرعة ما جاء في مشروع قرار مسألة الرئيس ترامب طبعا هذا المشروع يتضمن بندا واحدا اتهاميا تهمة واحدة وهي التحريض على التمرد تهمة خطيرة من ضمن ما ورد في مشروع القرار يقول مشروع القرار أن الرئيس ترامب عرض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها للخطر بشكل كبير وأن أيضا الرئيس ترامب هدد نزاهة النظام الديمقراطي وتدخل بعملية الانتقال السلمي للسلطة وبأنه أخيرا خان الثقة الممنوحة له كرئيس للولايات المتحدة سيد هينيكن يعني مسألة التحريض على التمرد هل بالفعل تنطبق على الرئيس ترامب تنصر الرئيس ترامب والسيدة أماندا ألمحت إلى ذلك قالت الرئيس ترامب لم يحرض هؤلاء هو قال لهم توجهوا إلى مبنى الكابيتول ولم يقل لهم لا تسلقوا الجدران ولا اعتدوا على الممتلكات ولا أي شيء من هذا القبيل كيف يمكن توجيه تهمة كبيرة من هذا النوع لرئيس ترامب إذن هذا غير صحيح ليس هذا ما حصل وقال بوضوح وبشكل غاضب وعنيف أمام ذلك الحاشد قال لهم اذهبوا واذحفوا بشكل جامح وبطبيعة الحال يمكن أن دعي العكس إذا لم يكن قد كرر مرارا أن الانتخابات مزورة وكرر ذلك وجيشهم وألهم حماسهم وسماهم مواطنون ولذلك في رسالته التي رآها الجميع على شاشات التلفزيون كان يلوح إليهم وكان ذلك واضحا عبارة عن تحريد لهؤلاء المحتجين إذا كان ذلك ليس تحريدا فما هو التحريد أماند ما رأيك بمسألة التنجيش التي أشار إليها السيد هانيكا يعني هو يقول أن الرئيس ترامب منذ فترة حتى قبل الانتخابات هو يعني شكك بنزهة الانتخابات قبل أن تجرى أليس هذا أيضا نوع من التحريد نوع من التجيش نوع من التعبئة لتحضير القاعدة من أنصاره للقيام بعمل ما وهذا ما ورد أصلا في نص مشروع القرار الذي قدم لمجلس النواب أن هناك كان نوع من التجيش نوع من الإدعاءات بانتخابات مزورة وهذا ربما أثار الكثير من أنصار الرئيس ترامب ما رأيك في هذه النقطة؟ أنا كنت محامية في ويسكنسون وعملت على قضية كان قد رفعها ترامب وبطبيعة الحال لا يتم اتباع القوانين الانتخابية ليس في ويسكنسون فقط وإنه في بنسلفينيا المحكمة قالت لا يجب أن يكون هناك منع لتلقي الأصوات ولذلك أعتقد أن القوانين انتهكت خلال الانتخابات ورئيس ترامب وعدد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ يقولون أن الانتخابات شابتها الكثير من الاختلالات هذا حق مشروع منصوص عليه في التعديل الدستوري الأول ولذلك أن ننزع هذه الحرية للتعبير ونترجمها بأنها تحريد على العنف هذا غير صحيح وهذا مضاد للقيام الأمريكية وليس ما أسست عليه أمريكا نحن لنا الحق في حرية التعبير ورئيس ترامب مرة أخرى وأنا أطالب مشاهديكم بأن يذهبوا واتطلعوا على الفيديو الذي نقل خطابها هو لم يقل بأي شكل من الأشكال اذهبوا وتسلقوا جدران الكونغريس وأحدثوا أعمال الشغب وسرقوا أشياء وهاجموا الأشخاص في الكونغريس هذه أعمال غير مواطنة وغير أمريكية وهي إجرامية ولذلك الآن يريدون وضعوا في القائمة السوداء ومحاكمتها والواقع هم وأولئك الذين أحدثوا شغبا هم الذين يحاكمون وقد بدأت محاكمة عدد منهم أتقد أنه في الأيام القليلة المقبلة يجب محاكمتهم فقط هؤلاء وليس دونالد ترامب لأنه لم يقل لهم افعل ذلك ولمن المؤسف أن هناك مظاهرة سلمية بدأت وكان هناك بعض الأشخاص الذين غيروا ما سارها طيب يعني أنا أتفق معك سيدة أماندا بأنه هو لم يقل لهم هاجموا المبنى وتسلقوا الجدران وكل هذه الأمور عشان هيك أنا سألتك عن مسألة التجييش وهذه مسألة تراكمية لا علاقة لها مباشرة فقط بما جرى أثناء الهجوم والاقتحام لمبنى الكونغرس ولكن كما يقول البعض هذه مسألة تراكمية الرئيس ترامب يحث أنصاره منذ فترة ويضعهم في يعني حالة ذهنية معينة لها علاقة بأن هذه الانتخابات مزورة وغير نزيهة وبالتالي الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه هذا ما يقوله على الأقل الديمقراطيون سيد هانيكان لنعود إلى مسألة التعديل الخامس والعشرين من الدستور الآن ما زال هناك أمل بين قوسين لدى الديمقراطيين بأن يفعل نائب الرئيس السيد بانس هذه المسألة هي تتوقف عليه وبحاجة إلى أغلبية من السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء الكابينت الأمريكي هل هذه مسألة ما زالت متوفرة لأنه سمعنا على مدى اليومين الماضيين بأن السيد بانس يحتفظ بهذه الورقة كوسيلة ضغط أخيرة ربما في هذا المسار هل هناك إمكانية لهذا الموضوع وارد لكن مستبعد في الوقت نفسه من الصعب أن نفهم الرئيس أرسل تلك الغوغاء إلى الكونغرس وكان هناك تهديد لمايك بينس وتهديد بقتل مايك بينس ورأينا ذلك الشخص الغوغائي وكان يطلب رأس مايك بينس هذا شيء شنيع أعتقد أن مايك بينس لن يفعل ذلك الديمقراطيون سيفعلون ما هو بوسعهم وهو عزل هذا الرئيس للمرأة الثانية الرئيس الوحيد في تاريخ أمريكا الذي جلب العر لهم بهذه الطريقة أماندا علاقة الرئيس ونائبه يعني علاقة لافتة كانت علاقة قوية جدا وعلاقة يعني علاقة قرب وزمالة سيد بنس وقف مع الرئيس ترامب طيلت هذه السنوات الأربعة وحتى قبل ذلك خلال الحملة الانتخابية كان لافتا يعني التوتر الكبير الذي حصل في الأيام القليلة الماضية منذ الاعتداء على الكونغرس لماذا برأيك لم يتصل الرئيس ترامب بنائبه الذي كان موجودا أثناء الاقتحام والبعض يقول حياته كانت في خطر كان هناك دعوات للنيل منه وقتله من بعض هؤلاء الذين اقتحموا الكونغرس لماذا لم يتصل الرئيس ترامب بنائبه منذ ذلك الوقت لا أعرف في الواقع لماذا لم يتصل ترامب بمايك بينس لا بد أن العلاقة بينه ما قوية جدا والرئيس ترامب يعتقد كما يعتقد أنسار عديدون أن مايك بينس كانت له الفرصة بأن يتدخل في الكونغرس وذلك في الجولة الأخيرة قبل التصديق على نتائج الانتخابات للمجمع الانتخابي في ديسمبر الرابع عشر من ديسمبر ودور مايك بينس هو أن يحرص على دقة تلك الأصوات المفرزة من المجمع الانتخابي ودوره في الكونغرس هو أن يدفع في اتجاه الاعتراض على تلك النتائج وهذا حدث في أريزونا وبينسفينيا وهم كانوا يحاولون تقديم اعتراضات أكثر لكن بعد تلك الأحداث للاقتحام تغيرت الأمور لكن كان يعول على بينس أن يقوم بجهد أكبر لأنه له هذه السلاحية كنائب للرئيس ولذلك هذا ما كان يفترض أن يحدث لا أعرف بالنسبة للعلاقة بين ترامب وبينس هذه المرة سيد هنيكن يعني البعض يقول كل هذه المسألة مسألة المساءلة والمحاكمة والعزل وكل هذه الأمور مضيعة للوقت لأنه الآن بقي للرئيس ترامب تسع أيام في المنصب هناك قضايا هائلة بانتظار الرئيس المنتخب جائحة كورونا تجتاح البلاد من أقصاه إلى أقصاه هناك الكثير من المهام الواجب عملها لإنعاش الاقتصاد لمساعدة الأمريكيين وبالتالي إضاعة الوقت على جهد من هذا النوع وأشغال الناس به في الفترة القادمة لن تكون مسألة مثمرة وسيدفع ثمانها الأمريكيون ما رأيك في ذلك؟ هذا الوضع هذا الوضع صعب عندما يكون هناك رئيس مختل وهو مهوس بدعاء مظلوميته دائما ويسر على إحداث الدرر والأذى لأمريكية ففي أي ظروف لا يمكن قبول هذا نحن لا نمر بظروف طبيعية ولذلك علينا أن نستخدم الأمور التي من حقنا سيدة أماندا الآن الأمور ستسير في مجلس النواب كما أشرنا في البداية مجلس الشيوخ مسألة معقدة وصعبة أكثر بكثير لأن أي إدانة في مجلس الشيوخ تتطلب ثلثي الأعضاء وحسابيا هذه المسألة غير موجودة ما أقصى الشيء يمكن أن تصل إليه أو يصل إليه هذا المسار من وجهة نظري عودا إلى سؤالك أعتقد أن مجلس النواب سيكون له التصويت على هذا المشروع للعزل لكن مجلس الشيوخ لن يمررها وأعتقد أنه لا جدوى من هذا التمرين في الأيام التسعة المقبلة الرئيس ترامب سيفعل الأشياء التي يحبذ فعلها في أيامه الأخيرة وأعتقد أن هذا التمرين من قبل الديمقراطيين هو تمرين سياسي من أجل دفع الجمهوريين إلى اتخاذ موقف وتسجيله عليهم لأن نانسي بيلوسي تريد أن تحرج أكثر الجمهوريين وترامب تحديدا ولذلك هي تنظر إلى هذه الأمور من زاوية سياسية كذلك هي تستهدف تحشيد التقدميين والليبراليين ولذلك يجب أن تعالوا عن هذه الأشياء ويقوموا بالأشياء التي تنفع أو دولتنا هناك جائحة كورونا وهناك الكثير من الملفات التي تنتظر أمريكا ولذلك هناك حاجة لتفعيل الحزمة الثانية للمتدررين من الجائحة وكثير من القضايا هذا ما يجب أن يركز عليه الكونغريس بدلا من تكرار ما فعلوه قبل سنة العازل مرة أخرى ليس هذا ما يتطلع إليه الأمريكيون بعد عامين سيكون هناك انتخابات تجديد النسف وسيحدد ما الذي عليهم فعلها بالمناسبة نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين يوم أمس الأحد قالت سنتحرك بسرعة حماية لدستورنا وديمقراطيتنا لأن هذا الرئيس يمثل خطرا وشيكا عليهما معا سيد هينيكان هناك من يرى أن كل هذه التحركات من جانب الديمقراطيين تهدف إلى مسألتين المسألة الأولى إهانة الرئيس إذلال الرئيس بشكل أو بآخر المسألة الثانية ضمان عدم ترشحه وغلق الطريق أمام أي إمكانية لترشحه في عام 2024 ما رأيك في هذه الأمور هذه إمكانية مخيفة بطبيعة الحالة ما الذي يمكن أن نفعلها نحن لم نحدد التوقيت لهذه الأحداث للبلطزية هو من أرسلهم لاقتحام الكونغريس في اليوم الذي تتم فيه المصدقة على النتائج هو شخص خطير علينا أن نفعل شيئا إزاء هذا الأمر كل ما يمكن أن نفعله البسألة سيدة ماندا أنه ليس فقط أعمال عنف هناك قتلى نتحدث عن خمس قتلى سقطوا في هذه الأعمال نتحدث عن مشاهد لم تشهد الولايات المتحدة اقتحام لهذا الصرح الديمقراطي الكبير شهدنا راية الكونفدرالية ترفرف داخل مبنى الكابيتول هذه مسائل لم يشهدها الأمريكيون لا في الماضي القريب ولا في الماضي البعيد ألا تتطلب هذه المسائل محاسبة بشكل من الأشكال نعم بالتأكيد هناك حاجة للمسائلة وشرطة الكونغرس هي المسؤولة عن ضمان أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية ولا يحدث هناك إدرار للكونغرس وبطبيعة الحال الذي حدث في ذلك اليوم هو أن بعض المحتجين قاموا بتلك الاعتداءات وهناك سبعين في المائة من الجمهوريين وثلاثون في المائة من الديمقراطيين يعرفون أن الانتخابات شابتها اختلالات وتزويرات ولذلك كان هناك وضع مريب وبالتأكيد حدثت تلك المظاهرة وحدثت تلك الأعمال للشغب وهذا مؤسف ونأسف لموت أولئك الأشخاص بسبب الهجوم الذي تعرضوا له من قبل المشاغبين كان ذلك مريعا لكن مرة أخرى لوم البيض وخصوصا أولئك الذين كانوا هم المشاركين في الاحتجاج أولئك الأشخاص قدموا استقالاتهم أولئك الشرطة الذين كانوا في محيط الكونغرس وتهموا بعدم قيمهم بما يلزم ورمزيا يجب أن يفعلوا شيئا ويقدموا أكباشا في ذا ليتبتوا أنه حدث هناك تقصير وما إلى ذلك ولذلك هناك تعزيزات من الحرس الوطني الآن والرئيس كما كان قد فعل سيواصل رؤيته طيب بعض الأخبار أيضا العاجلة الواردة فيما تعلق بهذا الموضوع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب هوير يقول أو يدعو النواب الديمقراطيين إلى يعني العودة إلى واشنطن يوم غد الثلاثاء للنظر في إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي ما الذي يعنيه هذا سيد هينيكل أن يدعو رئيس أو زعيم الأغلبية النواب الديمقراطيين للتخطيط للعودة إلى واشنطن للنظر في هذه المسألة هل تغير شيء يجعل من هذه المسألة الآن أكثر ربما إمكانية غدا سيكون هناك طلب رسمي من الكونغرس الأمريكي لنائب الرئيس مايك بينس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لإزاحة الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية وفي النهاية الكونغرس ليس له الصلاحية والسلطة لجعل ذلك إجباريا مثلا ولذلك السلطة الوحيدة للكونغرس هو أن يبدأ بمسعى العزل هذا سيحدث يوم الأربعاء بالفعل الآن أيضا للأخبار الواردة أن المجلس النواب قرر الاجتماع يوم الأربعاء للنظر في مسألة المسألة إذن نحن أمام مسارين غدا سيتم الطلب من نائب الرئيس تفعيل المادة 25 من الدستور وإمكانية تعزل الرئيس لأسباب تتعلق بعدم أهليته للحكم ويوم الأربعاء أيضا اجتماع لمجلس النواب للتصويت على المسألة والبنود التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة المتعلقة بتوجيه تهمها بالتحريض على التمرد سيدة أماندا سيد بانس هل نتوقع أي تغيير في موقفه في ربع الساعة الأخير لا أعتقد ذلك نائب الرئيس مايك بينس اتخذ قراره وأعلنه للجميع وهو رئيس مجلس الشيوخ ونعرف ما هي صلاحيات مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ غير راغب في عزل الرئيس ترامب لذلك هو لن يغير رأيه على الرغم طبعا من تمرد بين قوسين بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين السناتور ميركاوسكي والسناتور تومي الذين يقولون أن على الرئيس الاستقالة هم لا يطالبون بالعزل ولكن يطالبون الرئيس بالاستقالة على كل حال سنتابع ما يجري غدا وبعد غدا في العاصمة الأمريكية واشنطن شكرا جزيلا لك أماندا مكي الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية كانت معنا من مدينة مايامي بولاية فلوريدا وأشكر ضيفنا من نيويورك الخبير الاستراتيجي الديمقراطي أليس هانيكن شكرا لكم